شوفت بقى حلقة كنت بتتكلم على كل دول هروح لك كابتان عبداللطيف الاهلي النهاردة كان على الدكة اللي هتذكرهم دلوقتي ميكي سوني حسين الشحات طاهر محمد طاهر كريم فؤاد وحمدي فتحي وحمدي فتحي وعلي الوك ومحمد محمود شوفي الاهلي الدكة عاملة ازاي شوفي طبعا شوفي وبعد كده تحس ان الاهلي عايز لعيبة زي ما كانت طبعا نادي الاهلي السداخل في كامبوت ولا فبالتالي نادي الاهلي لا كتيرة كابتان عبداللطيف يعني العدد ده يكفي في الكامبوتولة بس ممكن يكون في لعبة في مكان واحد يعني ممكن يكونش لعبة في كفاءة يعني مثلا في حتة البليميكر مثلا فيه افشا انت المفروض بيعندك لعب لعب تاني لكن ما توظفش احمد عبدالقادر في مكان افشا ممكن يبقى مثلا ما عندكش بديل باكليفت في كفاءة عالي معلول ممكن اكرم لما تصاب ما عندكش جل محمد هاني محمد لقدر الله وتصاب برضو ما تقعيش البديل الكوف فمش بالعدد يعني بالكمل مفروض احتياجاتي ايه والمفروض البديل الكوف يكون على نفس مستوى البديل اللاعيب المفروض المتواجد يعني انا شايف يعني النادي الاهلي لو هو بالتشكيلة دي اكواس جدا لكن في متغرط ممكن تحصل يعني ممكن لقدر الله اصابات انذارات اقافات هتعاني لو لعبت لعبة تانية منكم يعني اللي بيعجبني لو تبيعة تاخد ماتشاتهم اهاب ما بيسبتش تشكيل معين فروتش فضيع و اللي بينزل ما بتحسش ان بس عايزة لجعلك في الاهلي النقطة مهمة اللي قالها كابتا نظيف انه لو حصل اصابات مين التلاتة اللي بدقوا في اتفاع النادي الاهلي من اول الموسم رامي ربيعة ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم ايمن اشرف بدر بنون اه ايمن اشرف فين لسه مصاب التلاتة مش موجودين يعني التلاتة مش موجودين اه الاساسيين والاهلي ما مش بيعاني مسلا في السنتر باك بشكل كبير انت عبد المنعم محمد المنعم كويس ورامي النهاردة كويس وياسر ابراهيم كويس بس بقولك ايه عد الاهداف اللي دخلت هندلق اهل فترة وكان لما بدر بنونه عيما قد تلعبه كان بيخش جوان عبد المنعم ما جاش يا كابتا كانت تتبهن المشكلة بقى هنا طبعا نجاها دي مهمة جدا بدي تحية برضو لقد مجيزة انها مجراش فشور واحد وكانتش تستيبدال الإدارة فيوتشر ان هي سامحة ممكن ممكن اولو مش هنجحة فرق كتير اوي في التويت فدي علاقات برضو هادية وجميلة بتعدي محمد عمل رجع في وقت كويس اه طبعا انا كابتا نقول المكان ده حساس جدا فيه مشكلة في الباك رايت والباك ليفت صح جي نحية ايه رايك فيها مشكلة او لا اه طبعا اه طبعا اه طاهر ما تعطمتش عليه دلوقتي حسين ما تعطمتش عليه هتعتمد عليهم مهمت يعني مش في الفورمة يعني ما ما تدهمش مطش من اوله اه وانا هبقى الان يعني ممكن احمد عب قادر ياخد دلوقتي ممكن حسين ابتدى يجيب مستوى دلوقتي انما برستاو يا حسين جماهي الاهلي تنتقدوا النقد الكبير دايما تريند على تويتر بعض الماتشات يعني يعني حسين نهاردة مالحقش يعمل حاجة لا وتقطع وتقطع لا 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 بقى هو وكان وحش مسكناء مش قطعنا انا نصحته كتير على الهوى ولما قابلته في موتش المقصة قلتله روح عدي يعمل كله يرجع تاني اه بقى وهو كويه هيبتدي يقف على حينه نهد فيه لا انا بقول جميل الاهلي يقفوا جنبه ده هو ابتدى يفوق زي شريف وقع ماتشين ثلاثة تكلمنا وقلنا له وما تخافش وارجع وانت تشين منتخباتش جايب جهون فقالك وقادي جونين لا يعني برضو الجميل لازم يعني انا شايف حسين ابتدى يرجع شوية اه مش ده مستوى بس الراجل قعده وبرسته وشغال فيها بس الاتراف برضو ما حسش يعني انت اما بتلعب فرقة تقيلة لا بتبين بتخيل عندك مجموعة كبيرة بقى يعني الاهلي عنده مجموعة كبيرة في مركز الجناح تعدي بقى اه عندك بيرستاو عندك الطهر محمد طهر وحسين عندك عبدالقادر عندك ميكي سوني ميكي سوني اه ده دول اللي انا متذكرهم كمان دلوقتي يعني فهم انت عندك مجموعة كبيرة في المركز ده ولقم كده الاهلي عنده مشكلة والدليل متاع الكلام ده كانت انا بلطيف انه تقريبا كل مباراة اه موسيماني مش عايف يلعب مين اجناح موسيماني اه بيفكر في التجديد وبيفكر في حاجات كتيرة اه شغل تفكيره شوية اه سيد عب حافيز النهاردة قال كلمة بعد الماتش قال الفترة اللي جاية الماتشات اللي جاية هو قصده على بيراميز وقصده على سانداونز وقمده على العودة بتاع المريخ والهلال امعرفش وكان بيقول الكلمة دي المين اللي لعيبة ولا للجهاز ولا الايه بس هو كلمته صح قال ان الفترة الجاية محتاج اللعيبة او الناس تبقى مركزها في الكرة بس وانا انا بقول ان هو قصده على الجهاز قصده على الجهاز طبعا قالك ان محتاجين الفترة الجاية يبقى مفكره شغل في الكرة بس هي الكلمة دي اللي خليتنا اقول ان موسيماني مش مركز